استكمالاً لما ذكرته لكم يوم عمز أبدأ بالدعاء بالشفاء لكل زملاء النواب المصابين بمرض الكورونا والشفاء لكل المصابين من أبناء الشعب الكويتي والمقيمين حتى الآن تأكدت إصابة أكثر من خمس نواب ولم يتم فحص نواب إلى الآن كلهم يعني أقصد بالنسبة لجلسة الغد بعد التشاور مع الأخوة أعضاء مكتب المجلس وفق للتفويض الصادر من مجلس الأمة تعجلت جلسة المجلس لمدة أسبوع سأدعو لجلسة يوم الثلاثاء الغادم النواب سيتم فحصهم جميعاً إن شاء الله يوم السبت بعض الأخوة الفاضل اذكروا وقالوا أن ليش ما تعقد الجلسة باتشر بحضور الأصحاء وردي على هذه النقطة بأنه كيف نعرف المرضى من الأصحاء لأن وفقاً لكتاب وزارة الصحة وحديثي مع الدكتور الأخ الفاضل وزير الصحة الدكتور باصل الصباح وهم الجهة المعنية ولسنا نحن في تحديد البروتوكولات الطبية يقول حتى اللي نفحصهم اليوم مثل اليوم الأثنين ويطلع نيكتف قد يكون حامل للمرض لأنه يجب أن تمر مدة زمنية معينة من المخالطة وثبت أن هناك العديد من المخالطين وأيضاً جلساتنا الماضية ثلاثة أيام وربعض واللي واضح أنه كان فيه نوع من الانتشار فحتى نتأكد من إذا كان النائب أو العاملين في الأمانة العامة أصابهم المرض من عدمه يجب أن يكون الفحص يوم السبت هذا ليس رئيسي حدده ولا مكتب المجلس هذا تحدده السلطات الصحية والأخ وزير الصحة وهذا ما أبلغني فيه لذلك الجلسة ستكون يوم الثلاثة القادم اللي تفضل فيه بعض النواب أنه تعقد الجلسة بالأصحاء واستبعاد المرضى هذا ما أقدر أطبقى باتشير لكن أقدر أطبقى الأسبوع القادم وهذا اللي رح يتم بإذن الله بعد فحص كل النواب يوم السبت لذلك ما فيه جلسة بكرة وتأجلت لمدة أسبوع إلى الثلاثاء القادم والفحص رح يكون يوم السبت